وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراء عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة لشركات الأسترالية في هذا المجال وذلك يفضل الاهتمام الذي تليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أندرو فورست رئيس شركة FFI لإسترالية للطاقة واضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الشركة الإسترالية وقطاع الكهربائي والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9.2 جيجا واط من الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهربائي من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء من جانبه تمنى رئيس الشركة الأسترالية القدرات الكبيرة والموارد الكامنة التي يمتلكها قطاع الطاقة المتجددة في مصر والتي تؤهلها لأن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء مؤكدا حرص الشركة الأسترالية على التعاون مع مصر في هذا المجال إلى جانب الاستفادة من إنتاج الهايدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة